بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات السيدات والسيدة الوزراء ورؤساء الوفود الحضور الكريم يسروني أن أرحب بكم اليوم مجددا في مستهل افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الرديوية عشرين تسعة عشر الذي تصديفه مصر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتشريفه الكريم هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات منذ عقدين من الزمان ويعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة صناع القرار وخبراء الاتصالات وسائل الأطراف الفاعلة في مجال إدارة الطيف الترددي المعنية بوضع الأطر التنظيمية لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في مختلف أنحاء العالم وتأتي أهمية الموضوعات التي يطرحها مؤتمرنا في دورته الحالية في كونها تشمل العديد من القضايا الهامة المتعلقة بصناعة الاتصالات وعلى رأسها الموضوعات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ونظم البث الرقمي وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية كما تشهد فعليات المؤتمر استعراض ومراجعة اتفاقية الراديو التي تنظم الاستخدام الأمثل للاتصالات حول العالم حيث تقر الدول الأعضاء المشاركة في أعمال المؤتمر تلك الاتفاقية وذلك إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المطروحة ضمن جدوى الأعمال المؤتمر والمرتبطة بأنظمة النفاذ اللاسلكية السيدات والسادة تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة والفاعلة في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها إليه عام 1876 بعد سنوات قليلة من تأسيسه تحت مسمى الاتحاد الدولي للبرق فقد كنا ولازلنا ندعم رسالة الاتحاد ودوره البحوري في إتاحة وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا ولقد سعت مصر إلى استضافة هذا المحفل الدولي الهام واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه إيمانا منها بأهمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والدور الريادي الذي يلعبه قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الاستخدام الأمثل والتوظيف الاقتصادي لهذا المورد القيم النادر والضروري لجميع خدمات الاتصالات الراديوية أي الاتصالات اللاسلكية ومن هذا المنطلق تحرص مصر على المشاركة الفاعلة في أعمال قطاع الراديو بالاتحاد إذ انتخبت عضوا في مجلس الاتحاد وكذلك عضو في لجنة لوائح الراديو وذلك خلال مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 وتضمن أجندة المؤتمر تحديد الضوابط وتنظيم الأسس لبعض التكنولوجيات المحورية التي سوف يكون لها آثارا إيجابية على مجتمع الاتصالات الدولية ومنها ضوابط الانتقال إلى الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات الذي بات ينتشر بسرعة مضطردة وتتجلى أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس في كونها موردا ثريا لنمو الاقتصاد العالمي ليس فقط لما توفره من سرعات هائلة غير مسبوقة بل الأهم هو خلق بيئات اتصالات ذكية تسهم في إحداث تغييرات جوهرية في كافة مناحي الحياة كتواصل الأشخاص واتصال الأشياء وتبادل البيانات وتطوير أنظمة النقل بالإضافة إلى دعم تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات الحوسبة السحابية والواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات التقنية التي تواجه بعض التحديات مع شبكات الجيلين الثالث والرابع كذلك سيقوم الخبراء المشاركون بدراسة احتياجات الطيف الترددي والأحكام التنظيمية لإدخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران ودراسة احتياجات الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بعض بغية تقويم ملاءمة التوزيعات الحالية للطيف لخدمة اتصالات الأقمار الصناعية ديوفنا الكرام إن الموضوعات التي سوف نتطرق إليها خلال فعاليات هذا المؤتمر في غاية الأهمية الأمر الذي يتطلب مننا جميعا التكاتف الفعال والتعاون الصادق للوصول إلى التوافق المأمول حول القضايا التي تفرد نفسها على الساحة فعلى الرغم من اختلاف أولوياتنا فإننا على يقين تام بأن هذا التجمع المتميز بما يضمه من خبرات عالمية متخصصة قادر على التوصل إلى سياسات وقرارات تلبي التطلعات المنشودة لشعوبنا في تطويع تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة لبلداننا وفي نهاية كلمتي أود أن أعبر عن شكر الخاص للاتحاد الدولي للاتصالات لثقته في الكفاءات المصرية وإن تشريف السيد رئيس الجمهورية لمراسم الافتتاح لهو رسالة تأكيد جلية تعكس حرص مصر على أن يخرج هذا المؤتمر على أكمل وجه ليحقق غاياته المأمولة ويفضي إلى أهدافه المنشودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة